السلام عليكم ورحمة الله أهلا وسهلا فيكم أخواني بفيديو جديد أخواني نحن نسعى دائما لنقدم لكم معلومات مفيدة ومعلومات مهمة وجديدة بإذن الله لكل الأخوة السوريين والعرب المقيمين بتركيا ياريت تدعمونا بلايك للفيديو واشتراك بالقناة لحتى يوصل لأكبر عدد ممكن والتي تشجعونا على نشر المزيد من الفيديوهات المفيدة أخواني الكرام بهذا الفيديو بدي أحكي عن كيفية التقديم والتسجيل على المساعدات لجميع العائلات السورية في تركيا للعائلات للأطفال للناس المحتاجين للفقراء طبعا هذا رابط جديد ورح يتم التسجيل من خلال موقع الإدولات وخليكن معي طبعا أخواني الكرام التسجيل عم يكون من خلال موقع الإدولات هذا رابط جديد طبعا لسه ما حدا سجل فيه رابط كتير مهم ومفيد خلينا نتعلم مع بعض كيفية التسجيل أخواني أول شي بتروحوا على موقع الجوجل وتكتبوا social yardım باشفوروسو كما تروني كاتبائنا بشريط البحث وتضغطوا على أول خيار يطلع معكم هو social وكما تروني وكما تروني وكما تروني اخواني الكرام بعد ما سجلنا الدخول حتى في أدنى المستويات تقديم طلب أولي لطلبات الدعم الاقتصادي المؤقتة أو المحددة لرعاية أطفالهم ودعمهم حتى يصبحوا مكتفيين ذاتيا يتم مراقبة حالة الأطفال المستفيدين من هذه الخدمة في آخر ربع سنوي اخواني الكرام هي عبارة عن مساعدات يعني بيجوا بيكشفوا وضع حالكم وحال الأطفال وكيفية أنه معيشتكم إذا أنتم طبعا بحاجة لهذه المساعدات سيقدموا لكم دعم مادي ونفسي ومعنوي اخواني هذا مساعدات كثير مهمة سجلوا عليها وبتستفيدوا منها بإذن الله هون في عندي كلمة تطبيق جديد وإشارة زائد نضغط عليها يعني تقديم طلب جديد مثل ما لكم شايفين هون اخواني الكرام عم يحكي لي أنه الأمور اللي احنا منستفيد منها من خلال التقديم فنحنا مننزل عم يشرح لي عن موضوع الجمعية وخدمة الدعم الاجتماعي والاقتصادي مننزل للأسفل اخواني الكرام ومنضغط على قراءة وافقت على خطاب المعلومات على ومنضغط على استمر هون اخواني الكرام كمان منرجع مننزل للأسفل مثل ما لكم شايفين ومنضغط على موافق واستمر هون كمان اخواني الكرام عم يعطيني يرجع معلومات بشكل كامل كمان منضغط على موافق واستمر طبعا هم يشرح لي عن موضوع المساعدات وكيف عم يتم اخواني الكرام طبعا هون اخواني الكرام عم يقول لي أنه رح يقوموا بالبحث عن معلوماتك إذا أنت عن وضعك ووضع الأطفال بشكل عام يعني بشان تعطيهم الإذن بهذا الشيء رح يستفسروا بشكل عام إذا أنت بشكل عام شو وضعك منين عم تاخد مساعدات شو الترتيب فبتحطوا موافقة وبتحطوا استمر وهون طبعا كمان شو ما طلع لكم اخواني الكرام بتحطوا موافقة وبتحطوا استمر يعني هاي معلومات عامة وموافقات عامة بياخدوها منكم طبعا بعد هيك اخواني الكرام هياخدكم على هاي الصفحة هاي الصفحة كتير هم إخواني الكرام هيكون موجود فيها الأدرس اللي هو العنوان والمحافظة طبعا هو بشكل تلقائي رح يحط محافظتكم وعرقام تليفونكم بشكل تلقائي إخواني الكرام بتتأكدوا من صحتها وبعدين بتضغطوا على كلمة متابعة اللي هي دوامت طبعا تأكدوا من عنوانكم يكون صح من المعلومات إخواني الكرام من كل شيء يكون صح وبعد هيك بتحطوا على متابعة من الأسفل ورقم الهاتف لا تنسوا يعني إذا فيه رقم هاتف طبعا للمنزل هون بتحطوا إذا ما فيه مثل بعضها بس لازم يكون فيه رقم هاتف موجود هون رقم الهاتف كتير مهم أخواني الكرام لحتى يتصلوا فيكن بعدين بتحطوا على متابعة بعدين أخواني الكرام بيأخذني على هاي الصفحة وهاي الصفحة طبعا كتير مهمة هون عابيسألني القرب من مقدم الطلب يعني انت شو بتكون لصاحب مقدم الطلب مثلا الأم الأب بحد ذاتها أن الشخص نفسه الشريك زوجها بتحددوا من هون الخيار أخواني الكرام بعدين هون عابيسألني إجمالي دخل الأسرة يعني الدخل الشهري تبعكم هون قديش أخواني الكرام هون بتحدد الدخل كمان وفوق كمان بتكتب الدخل الشهري للأسرة بشكل عام هون بتحدد الدخل يعني انتوا هاي المعلومات بتعرفوها طبعا عدد الأطفال دون سن 18 هون أخواني الكرام بتحطوا الأطفال اللي تحت 18 بالأسرة وهون بتكتبوا الكلام اللي كتير مهم اللي هو تبرير أخواني الكرام لتقديم الطلب يعني شو هي المشاكل النفسية والاجتماعية اللي عاب تعيشوها شو الدعم اللي محتاجينه شو الصعوبات اللي عم تواجهوها برعاية الأطفال وبالمعيشة بشكل عام بتكتبوا هذا الشيء كله أخواني بهذا النص الأفضل أخواني الكرام بإمكانكم تكتبوا طبعا باللغة العربية بس الأفضل أنه يكون في شخص جمكم بيعرف تركي يكتب لكم عبارة باللغة التركية وتحطوها بهذا الحقل وأنا رح أعمل شغلي إخواني الكرام إن شاء الله بتستفيدوا منها رح خلي لكم كمان رابط الموقع مباشرة تحت أو أكتب لكم كمان عبارة باللغة التركية بالوصف من شاء أنتوا تعملوا لها نسخ لسق وتحطوها بهذا الحقل وبعدين تضغطوا على استمر إخواني الكرام وبتتابعوا بقية الخطوات وهيك بتكونوا قدمتوا الطلب وبعدين بيتواصلوا معكم رابط كتير مهم إخواني الكرام مفاعل ياريت تعملوا عجاب للفيديو ومشاركة مشان كل الناس تستفيد وإن شاء الله بالأيام القادمة في فيديوهات كتير مهمة عن كتير مواضيع بتخص السوري والعربي تركيا منلتقي إن شاء الله في فيديو جديد ما حبيت طول عليكم بالفيديو حبيت أشرح لكم على السريع تحياتي لكم والسلام عليكم ورحمة الله